رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة لإيران خلال الأيام الماضية أعلنت السفارة الإيرانية في فنزويلا رسوة أولى ناقلة الوقود الإيرانية فورتشن في ميناء الباليتو بفنزويلا التي تخضع لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة وفي هذا الصداد احتفل الرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بوصول حاملة الوقود الإيرانية مؤكدا أن العلاقة بين طهران وكاركاس استطاعت الانتصار على العقوبات الأمريكية أود أن أشكر من كل قلبي شعب جمهورية إيران والمسؤولين الإيرانيين لتضامنهم ودعمهم وشجاعتهم على اتخاذ قرار مساعدة في فنزويلا النقلة فورتشن الإيرانية وصلت بسلام إلى فنزويلا وهي واحدة من خمس سفن تجلب الوقود ومنتجات لتصنيع البنزين وأريد أن أؤكد أن إيران وفنزويلا لن تركع أمام واشنطن أبدا من جانبه علق السفير الإيراني لدى فنزويلا على عدم إصدار واشنطن قرارا باعتراض السفن الإيرانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا مؤكدا في تغريدة له على تويتر أن ترامب ومستشاره أدركوا أنه في حال احترام القواعد الدولية واتخاذ القرارات المنطقية والعقلانية فلن يصابوا لهم ولا جنودهم بارتجاجات دماغية خفيفة متأملا أن تحترم واشنطن حقوق الشعوب في العالم على حد تعبيره بدوره أكد مسؤولا في إدارة ترامب أن الوقود سيستمر لأسابيع قليلة فحسب ولن يفيد إلا قوات الأمن والأشخاص أصحاب النفوذ في فنزويلا كما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا يعلم بأي خطة للتحرك العسكري ضد النقلات الإيرانية وأظهرت البيانات أن النقلة الثانية The Forest على وشك الوصول إلى البحر الكاريبي وأن النقلات الثلاث المتبقية تعبر المحيط الأطلسي وتساعد واشنطن العقوبات على شركة النفط الفنزويلية ضمن خطتها للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو ترجمة نانسي قنقر